مبادرة في غاية الروعة وفي إطار جهود المؤسسة الإخاء المستمرة لدعم وتمكين الشاب الأيتام أطلقت المؤسسة الإخاء لرعاية الأيتام مبادرة رياضية تجمع بين الترفيه والتحدي هي فعالية الهايكينغ التي تهدف إلى تعزيز الصحة البدنية والنفسية للمشاركين من أبناء إخاء في منطقة حال نأخذ تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة ينضم معنا زميل سطان الشعب حتى يطلعنا على جهود مؤسسة إخاء وهذه المبادرة بالتحديد وأثرها على أبناء وبنات إخاء مساء الخير عليك سطان نور مجاهد أمستي عليكم أمستي على كاف المشاهدين وإما كانوا يروننا عبر برنامجنا برنامج ديرتنا واليوم نتكلم عن هذا فعالية من ضمن فعاليات وحزمة فعاليات نظمها أكيد مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام في منطقة حائل مبادرات كثيرة واليوم نحن واقفين على واحدة منها هي مبادرة الهايكينغ لأبناء الأيتام مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام تقدم هذه المبادرة الطيبة لتعريف الأبناء به أهمية الرياضة وأهمية الهايكينغ الهايكينغ في منطقة حائل عالم آخر طبعاً هايكينغ حائل دائماً يكون جبلي وبين الجبال وأكيد أجواء جميلة اليوم أتعرف أنا وإياكم مشاهدين الكرام عن أكيد هذه المبادرة وأتعرف على فكرتها وأتعرف على أكيد الجهود التي تبدل من خلال مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام باستضافتي للأستاذ محمد شريهي هو رئيس قسم الإشراف بمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام في منطقة حائل أستاذ محمد حياك الله اليوم معنا عبر قاتل السعودية في البداية نتكلم عن هذه المبادرة نتكلم عن فكرتها أهدافكم ولا شك اليوم الأبناء هما فئة مستهدفة وأيضاً دوركم كبير لتعريفهم أكيد بأهمية الرياضة من خلال مبادرة الحائكينغ الله حييك أستاذ سلطان وقناتكم الجميلة اليوم عندنا مبادرة نظمتها مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام طبعاً المبادرة هذه هايكينغ جبلي طبعاً وهي من ضمن أهدافها هي دمج الأبناء مع فئة المجتمع الأخرى مع المشاركين من الفريق نفسه فريق هايكينغ حايل كذلك جزء من المشاركين من الخبرات معنا معنا قائد درب زبيدة اللواء الدكتور العبيدة عبد عز عبيدة أبو سلطان كذلك قائد دراجة حايل السادة محمد عزام أبو عزام محمد العطاوي لمشاركة الأبناء وكذلك دمجهم بالمجتمع كذلك سلطان تعويد الأبناء على الخشونة تعويد الأبناء على اكتشاف منطقة حايل اكتشاف ما فوق الجبال يعني اللي تحت الجبال يمكن احنا شايفينها يعني استمتعوا الأبناء فيها وشاركوا فيها عدة مشاركات مثل الدراجات مثل المشات لكن الهايكينغ في عالم آخر فوق الجبال من ضمن الأودية من ضمن العيون من ضمن الوحات الخضرة الموجودة في أعلى الجبال كذلك تعويد الجبال تعويد الأبناء على التعود على الحياة الخشنة أكتشاف حايل دمجهم الاجتماعي مشاركتهم مع فئات المجتمع سيد محمد قبل اختمع هذا اللقاء بهذا السؤال كيف ترى تفاعل أبناء مصدخة في منطقة حايل مع الفعاليات مع المبادرات مع الدور وتقدمونه أنتم في مصدخة ورسالة توجهها المشاهدين الكرام عن هايكينغ حايل بالتحديد بالنسبة لأبناء مؤسسة إخاء لرعاية الإيتام الحمد لله فئة الشباب وفئة عمار من 18 إلى تقريبا 30 دائما متفاعلين في هذه البرامج والأنشطة هذه الحركية بالذات محبوبة عندهم متفاعلين دائما سواء بحايل أو بأطراف المنطقة أما بالنسبة للفعاليات هذه فهي مقامة بحايل بشكل كبير وبشكل جميل وشكر والتقدير لكل القائمين على هذه الفعاليات وإشراك أبناء إخاء في هذه الفعاليات كذلك الشكر لكم سلطان على تغطيتكم لهذا الحدث نأمل إن شاء الله بالمستقبل تغطيات أحداث ومبادرات لإخاء قادمة إن شاء الله شكرا لك على هذا اللقاء وشكرا لكم على المبادرات أكيد نشكر سلطان الشعيب أنه أظهر هذه المبادرة الرائعة التي تقدمها من وسط دخالي العادة أيتام للأثر الكبير جدا على أبناء وبنات حتى أكيد يتعلمون كثير مع هذا التحدي وهذا الترفيه